تدريجياً عم تخسر الحكومة الإسرائيلية أسباب بقاءة تخبط بملف المفاوضات مع حماس تحريك ملفات الفساد اللي مورد فيها نتنياهو بالتوازي مع تصعيد المعارضة ضده بالكنيسة بلشت المعارضة تصاعد خطابة بالكنيسة بعد ما خسرت حكومة الحرب عضوية جانس فيها وصارت مكشوفة سياسياً ورجعت تصويب على نتنياهو بوصفه المسؤول عن إخفاءات 7 أكتوبر بملف التفاوض مع حماس عم يتخبط نتنياهو بمواقفه يوم الأحد بيقول بمقابلة تلفزيونية أنه مستعد يعمل هدنة مؤقتة مقابل صفق التبادل الشي اللي بيناقض العرض اللي قدمه بايدن كخارة الطريق لواقف نهائي لإطلاق النار بعد أقل من 24 ساعة وقدام استهجان الرأي العام الإسرائيلي وأهيل الأسرة لهالخطوة رجع أكد نتنياهو قدام لكنيسة على التزامه بعرض بايدن رجعت التحقيقات بالقضايا اللي متورد فيها نتنياهو تتحرك بارحة تانين تلقى نتنياهو أربع أشخاص تانين انزار من لجنة التحقيق بقضية الغواصات اللي بتتعلق بشبهات مرتبطة بصفقة شراء غواصة ألمانية بقيمة 2 مليار دولار خلال ولاية نتنياهو السيبة فترة السماح اللي استفاد منها نتنياهو ببداية الحرب خلصت وهالعوامل كلها عم تقرب لحظة الانتخابات المبكرة لعم الطالب فيها المعارضة موسيقى